أهلا وسهلا فيكم أحبائي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وبهمني لايكاتكم وتعليقاتكم اليوم رح نحكي عن نهار الأربعة شو الأخبار الفلكية اللي بدأت طال كيفة الأبراج بحب ذكركم أنه الأمر بعده مستمر ببرج العقرب لغية الساعة 7-31 دقيقة مساء بتوقيت بيروت فتلقائيا الأبراج المائية بدأت ضل مرتاحة ويلي بدوا يتنفذ السعداء من المساء هو برج الكوس وأكيد الأبراج النارية والأبراج الهوائية بداية مع برج الحمل الحمل أنا بدي أقول لك أنه الأمور بدأت ضل مليحة إن كان مالياً إن كان بالعلاقات إن كان للمصالحات لأخت الحق للتنقلات لأمور تتعلق ببيتك حتى بأمور تتعلق بشراء بيت هؤل الأمور كلها عم بتطالك وليك الحظ بده يتسملك أكتر عند المساء بانتقال القمر لبرج الكوس فتتفاعل الأحداث معك على الصعيد العاطفة وعلى الصعيد العمل ويمكن يطالك السفر أما موليدة برج الثور الثور أنا بقول لك أنه يمكن اليوم يفاجأك بهذا النهار تفاجأ البعض بشيء غير متوقع ويمكن أنت تتفاجأ من بعض الناس المقربين لإلك بشيء غير متوقع فبدي إياك تنتبهي شوي بهيدا النهار من بعض التحركات وما تاخد قرارات سريعة وكون قد المسئولية وحسن علاقاتك كافية ويمكن يكون في عندك عقد جديد بالعمل ونقاشات مهمة بينك وبين شركائك على محمل الجد بتكون خاصة اللي بتتعلق بأمور المستقبلية من ناحية تانية من عند المساء بتبلش ترتاح مش نهيك عم بقلك ما تنفعيل لأن المصالحات بالطالق والأجواء بتصير أسلس وأهدى وأكيد الأمور بتصير الطالق ميلية أكتر أما وليد برج الجوزاء الجوزاء أنتم الأبراج اللي بهيدا النهار بتكونوا بعد تكون منهمكين بالأعمال والأشغال وعطلنين هم بعض الأمور العمل بعض الأمور الميل بس كل الأمور بدا تمشي بس هدى 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 الأحوال ما تتسرع جرب خلص كل الأعمال وما تخلي الأعمال تتراكم حتى يلي هني بقلب البيت يعني عندكم شغل بالبيت عندكم أمور بتكون سلموها عندكم روحات مجيات خلصوا كل هالأمور وانتبهولي على صحتكم وأكيد من بعد الأمر انت قالوا لبرج الكوس رح يصير أنا بقلك لازم تكون هادي لتحسن العلاقات كيف معشورة كيأك بالحياة وكون هيك هدى يا حبيب القلب والأمور بتمشي أما موليدة برج السرطان السرطان أنت من الأبراج السعيدة يعني هذا النهار بعده مستمر بالحظوظ معك طاقة كتير حلوة طاقة الفكرية طاقة الجسدية علاقات العاطفية التنقلات المفاجآت الأخبار المطمئنة ولكن عند المسا يمكن بيطرق عليك شيء يتعلق بصحتك أو صحة أحد المقربين بدك تطمن يمكن في عندك ركض وشغل بدك تخلص أمورك لحتى تسيفر عم تحضر لسفر مولود برج السرطان بس أنا منع طلين أهمك لأنه خلص بلشت ترتاح وتكون على الخط المستقيم أما موليد برج الأسد الأسد أنا بقلك أنك أنت من الأبراج اللي بهيدا النهار بعدك شوي هيك ملبك وتعبين يمكن زهان مالي منك هيك شوي اكتف هيدا النهار بقلك ترو وجري بكون هيك ودود مع العيلة يمكن مستق من بعض التصرف وفات يمكن من ولدك من الزوج من الزوجة من كلمة من العيلة بس أنا بقلك عند المسا أكيد الأمور بتصير أفضل لإلك بانتقال الكمر لبرج الكوس فالمسالحات بتطالك والأمور العاطفية بتصير حلوة واجتمعية بتصير أفضل بكتير أما موليد برج العذراء العذراء بقلك رح بتضلك عندك هيك الابتسامة وعندك الحركة ونشاطك حلو ولكاءاتك وسريعة بديهتك وهيكي حبك للحياة بكون حلو بهيدا النهار وبتقدر تشوف الأمور بيعني يعني أي مشكلة بتطالك بتحس حالك ريه عندك الصبر اليوم وعندك التحركات عم بتكون مريحة وتنقلتك كتير ولكن من ناحية تانية بقلك مولود برج العذراء استفيد من هيدا النهار وفيك تاخد كرارات مهمة حتى عاطفيا الأمور منيحة بس عند المسا كأنه في أمور تتعلق بالعيلة يعني ترتبات تجهيزات مناسبات حدا جاية لعندكم بتكون تبلشوا تحضروا حالكم موليد برج العذراء أما وليد برج الميزين الميزين أنا بقلك أنت بفرعاني معك الأمر بالعقرة والأمر بالكوس بس أكيد أفضل بالكوس الأمور كلها عم بتطالك بإطار المال وعم تصرف أموال كتير ويمكن في عندك دعوة يمكن عندك خبرية حلوة كتير يا مولود برج الميزين تتعلق بعمل بس أنا بقلك إنه من عند المسا الأمور كلها بتصير لصالحك كل الإشياء اللي كانت شوية مع رقلي بتشعر إنه بدأت تنحل فاللقاءات بتكون حلوة خاصة مع أخويتكم ورح بكون عندك هيك مصالحات والنهار فيه بيقدر يكون مريح على قد ما أنت بتكون ديبلوماسي مثل عادتك أما موليد برج العقرب العقرب رح بتظل الأمور حلوة الأمر عندك بتقريب تستفيد من هيدا النهار لأنه نهار بيتفاعل معك ونهار بيحملك المفاجآت والأخبار المطمئنة استفيد بهيدا بهيدا النهار لأنه من بعد لو انتقل الأمر لبرج الكوس رح بتظل تقطك حلوة ورح بتكون متقلق وتوقع مولود برج العقرب هدية أو توقع يمكن عندك دعوة أو مناسبة سعيدة ومواليد برج الكوس الكوس بدي قللك تهدي وترو بعرف تعبين وتعبت يعني مرقلنا بكرة على خير وسلامة واستقبلنا الأمر عندك الساعة سبعة ونص بتوقيت بيروت والسعودية هون من هلأ لوقتها خليك بعيد عن المشاكل ما تعملنا بديات جديدة وطنش دير دينتك الطرشة بعدين الأمر بتخل عندك استقبلنا يا أحلى استقبال لحتى ينورك ويفتح لك المجالات لتكون من الأبراج السعيدة وبتقدر تبدأ بأي بداية وبتكون أكيد من الأبراج الأكثر حظة برج الجديد الجديد أنا بقول لك أنه لازم بهذا نهار تنهيك الأعمالك يمكن عندك سفر يمكن عندك مشاريع لقاءات أوراق بدك تخلصها يعني كل الأمور بتكون حلوة ودعويتك حلوة وطرقاتك مسهلة وإنت هيك اجتماعي يعني بتكون ودود منك سيريس يعني على بيلك هيك تطلع من كل الخنقة اللي عندك إيها خلص كل شي لأنه بعدين دخول الأمر لبرج الكوس بتعبك هذه الأمور أما مواليد برج الدلو الدلو بقول لك أنه هيدا النهار عليك هيك ما تعتمد كتير على حدثك لازم تنتبه وتحسن علاقاتك كافة مع شركائك بالعمل إذا عندك عمل وخاصة مع مسؤولينك ويمكن بدك تبرر أمر معين يتعلق بسمعتك أو يتعلق بشهرتك ففيك بهيدا النهار توضح الأمور وتكون واضح وما تتهرب من مسؤوليتك بس عند المسا أكيد انتقال كمر لبرج الكوس بدك يحمل لك مفاشقات وبدك تكون من الأبراج السعيدة وكل الأمور بتصير على أكمل وجه أما وليد برش الحود وابا حبي برش الحود الأمور بدأت ضل حلوة بطالك الاهتمامات من كافة على كافة المحاور وخاصة الأمور العاطفية عم بتكون حلوة والزوجية حتى للعقود حتى للتجارة حتى للمفاجآت للاتصالات للتنقلات يعني شو بدي أقل لك قد ما خبرك بتظل 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 نمأسرة معك مولود برش الحود توقع خبر حلو من بعيد وبيقلك كمان أنه حتى لو انت قال الأمر لبرج الكوس يمكن في عندك أعمال كتير بكرة وأشغال كتير وانت تحت الأنظار وليك كدر رح تبديع ورح تكون قد المسؤولية لأنه الكواكب العطارد والزهرة عم يدعموك كتير بهذه الفترة وهيك بنكون هنا الأبرج لهذا النهار ودايما درجك مع رولا أحلى أكيد شوفكم على خير باي